الأمة بحاجة إلى توحيد للكلمة قبل فوات الأوان وأنا أقولها وأنا صريح لأن ما جرى اليوم في رفح هو يجري بعد تدمير كل مدن غزة الحبيبة وفي الضفة الغربية وسكوت الحكام والشعوب العربية ومثقفي الأمة بمواقف حقيقية راح يجر إلى ما هو أبعد نتنياهو لا يقبل لأنها عقلية غربية لا يقبلون بالهزيمة الغرب لا يقبل بالهزيمة بس أمام العرب والمسلمين يعني عندما يتصارعون في بناتهم يقبل بالهزيمة هتلر ونابليون وأيام الحروب الكبيرة والأولى والثانية لكن لا يقبلون بالهزيمة أمام العرب والمسلمين لأن يعلمون هذه الأمة إذا تهيئت لها الفرص ستعود بين الأمم أمة خير أمة ثقافة أمة قانون أمة احترام وقدمت للبشرية يمكن أكثر من جميع أمم الأرض من أيام السومريين والآشوريين والبابليين والمصريين القدامة وإلى يومنا هذا وإلى أن جاء الإسلام يعرفون شخص واحد ممكن يسوي دولة شخص يقيم دولة كما صارت في الأندلس شخص واحد سوى دولة ثمانمائة سنة فيعلمون الآن أنه يجب تهشيم العرب والإسلام ومع الأسف الحكام ساكتين لكن شوف أخي العزيز حتى أكون معاك واضح أخي علاء علينا أن نحيي صمود أهلنا في غزة ولكن المؤلم اللي يعلمني وأنا صريح يعني أنا لا أقبل بأنه مقاوم ويا إسلامي يقف مع إيران ومع الميليشيات الإيرانية ومع من دمر وسحق أهل العراق وأهل سوريا اشتركوا في القناة